اشتركوا في القناة رمزا للنصر وللخلاص من هيمنة الاستعمار البغيد فلقد كان اعلان وقف اطلاق النار بعد مفاوضات ايفيان نصرا واذانا بدحر ظلم وظلام المعتدين على ارضنا الطاهرة الذين رودهم وهم مسخ هويتنا وتمسي حضارتنا وثقافتنا وتراثنا فخابوا امام ارادة شعب حر ومصمم على البقاء حرا اصيلا ان هذه اللحظة التاريخية في مسيرة الامة المضفرة ما كانت لتكون بذلك الصدى المدوي العظيم الممتد إلى اسقاع الدنيا لو لم تكن تتويجا صاطعا لثورة ملحمية مجيدة ومحصلة حتمية لتفحيات سخية مريرة تولت منذ ان وطأت اقدام المستعمر اديم وطنين المفدى عبر مقاومات شعبية بطولية تلسخت في سجلات الذاكرة والتاريخ لتستلهم منها الاجيال اليوم وغدا الوفاء لشهداء وتبعث في نفوس شبابنا الهمة والنخوة وارادة البناء والنماء لقد اشرقت في سماء الجزائر المجاهدة في ذلك اليوم تباشر النصر واستمد منها الشعب الجزائر القوة والعزيمة لمجابهة اثار دمار واسع مهول وخراب شامل فضيع يشهد على جرائم الاستعمار البشيعة التي لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم اذ لا مناصة من المعالجة المسؤولة المنصفة والنزيهة لمنف الذاكرة والتاريخ في اجواء المصارحة والثقة وفي هذا المنحة اجدد التأكيد ان هذه المسألة ستظل في صلب اهتماماتنا وسنواصل بدون هوادة وبلا تفريط استكمال مساعينا بالاسرار على حق بلادنا في استرجاع الارشيف واستجلاء مصير المفقودين اثناء حرب التحرير المجيدة وتعويض ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف صونا للامانة وحفظا لوديعة شهداء الابرار ايتها المواطنات ايها المواطنون ان الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية المتجددة وغيرها من اعيادنا الوطنية يعيد الى اذهاننا تضحيات الشجعان الابطال الذين تدافعوا الى جبهات القتال في الجبال والاحراش والاودية فعانوا وتحملوا بعزة ولان للجزائريات والجزائريين صلة الابناء والاحفاد باولئك الامجاد الافذاذ وبالارث التاريخ العظيم للجزائر فانهم احرزوا بذلك اساسا صلبا تقوم عليه اليوم الدولة الوطنية المستقلة التي صمدت وانتصرت بمرجعية نوفمبر امام الهزات والمحن وهي اليوم مدركة للتحولات العميقة على الصعيد الاقليمي والدولي وتتجه في كنف الامن للعمل على تهيئة الاسباب التي تحفظ للجزائر مكانتها وموقعها في سياق عالمي تطبعه التقلبات والاطرابات وفي عالم لن يكون في المستقبل بنفس التأثيرات التي تحكمت منذ عقود في العلاقات الدولية ولا بنفس مرتكزات التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية اننا ونحن نعيش مع العالم في هذه الظروف الخاصة المعقدة متغيرات اقليمية ودولية حاسمة نؤكد ان تطلعنا الى بناء جزائر الصاعدة يستوجب اعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل والحرص على تعزيز امننا القومي بتعدد جوانبه وفي كل ابعاده والعوارض والطوارئ المحتملة والصهر على وحدة صفنا وتكاثف جهودنا وتعميق الشعور بالواجب الوطني والاطراع بالمسؤوليات على اتمي وجه في مختلف القطاعات وفي كل المواقع توجه الامة والوطن وفي الاخير نترحم في عيد النصر هذا بخشوع واجلال على ارواح شهداء الابرار مجددين العهد على الوفاء لتضحياتهم ونتوجه بتحية التقدير والاكبار لرفاقهم المجهدين اطل الله في اعمارهم المجد والخلود لشهدائنا الابرار تحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبمناسبة تذكرى الستي لعيد النصر يتقدم السيد الفريق السعيد شنغريح رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الخالصة الى كل افراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من مستخدمين عسكريين ومدنيين ومن خلالهم الى كل عائلاتهم وذويهم داعيا الله عز وجل ان ينعم على بلادنا والشعبنا بالامن والامان والازدهار المجد والخلود لشهدائنا الابرار عيد النصر محطة فارقة في تاريخ الجزائر تتويج لكفاح مرير ضد استعمار غاشم مقيت اثار قمعه المادي والمعنوي قائمة الى اليوم تاريخ نستحضر فيه ذكرى مفاوضات ابانت عن كفاءة وعبقرية في الحوار ملؤها الوفاء والاخلاص للوطن والاتقاتري الجلوس على طاولة المفاوضات لم يكن موقفا حضاريا اختارته فرنسا بل مذلة لاحدى اكبر القوى انذاك جرت اليها مجبرة بعد ان نزف جيشها في الجزائر تحت ضربات جيش التحرير الوطني من محادثات لغران مرورا بلوسيرن طال ليروس وصولا الى مفاوضات ايفيان الاولى فالثانية توصل الوفد الجزائري المفاوض مع نظيره للمستعمر الفرنسي الى اتفاقية ايفيان ليوقع الطرفان وقف اطلاق النار في الثامن عشر من مارس الف وتسعمائة واثنين وستين حتى يكون ساريا المفعول منتصف نهار اليوم الموالي التاسع عشر من مارس كل اجيال التي تعيش اليوم في هذه الجزائر الحرة في هذه الرقعة الجغرافية في هذا الحيز السيد بالنسبة لي كجزائري هو نتاج لتسعتاش مارس ثم أن العناصر التي ركز عليها الدبلوماسي الجزائري في انتصاراته ومفاوضاته في مارس مستين هي التي اليوم محور السرع في العالم الرقعة الجغرافية الحدود السيادة الوطنية والثروات الباطنية فالدبلوماسي الجزائري ترك عناصر نحافظ عليها دائما حتى تبقى هذه الجزائر سيدة توقيع اتفاقية ايفيان وقرار وقف اطلاق النار كانت عبيرا ضمنيا عن انتصار جبهة التحرير الوطني في حربها وانكسار فرنسا في أهم مستعمرتها يومها بدأت رائحة الحرية ونسمات الاستقلال تنبعث من تراب الوطن يومها أزهرت الأرض ورود الاستقلال التي لم تكن لتظهر لو لم تسقاد من عيد النصر سيبقى الوشاح الذي يزين شهر مارس كلما كان الموضوع ثورة نوفمبر فهي المحطة التي فرشت الطريق للاستقلال شهر مارس هو أيضا في الذاكرة الجزائرية شهر الشهداء ففيه استشهد العديد من قادة الثورة أسماء أرادت فرنسا القضاء عليها بعد أن فهمت أن التخطيط المحكم للثورة تقف وراءه القيادات اللامعة ومع ذلك لم تزدد الثورة التحريرية إلا اتقادا لأنها كانت ثورة شعب بأكمله وذخيرتها حب الوطن لا غير استعرضت وزيرة التضامن الوطن والأسرة وقضاء المرأة كوثر كريكو لدى مشاركتها في دورة السادسة والستين للأمم المتحدة للجنة أو للجنة وضع المرأة عبر تقنية التحاضر المرأي عن بعد استعرضت تجربة الجزائر في تحسين الظروف الاجتماعية على ضوء التزاماتها بتحقيق أهدف التنمية المستدامة تم وضع خطط وطنية لتحسين الظروف الاجتماعية والبيئية لكل المواطنات والمواطنين في إطار التزامات الجزائر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ناسيما الأهداف ستة إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر وخمسة عشر المتعلقة بالبيئة والمناخ خلف حديث مرور مميت وقع اليوم إثر استدامة حافلة لنقل المسيثرين مع سيارة سياحية بمنطقة أود الخبزة بين بلديتي المشرية والبيوض خلف وفت شخصين في حين تم نقل المصابين إلى مستشفى الإخواشنف ببلدية المشرية فيل من نوع طيوطا كواصل لنقل المسافرين بسيارة سياحية نوع هوندي أكسنت الحادث أسفر عن مقتل شخصين اثنين من جنس ذكر ويبقى أنصر الحيطة والحاذ الواجب جراء التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد يتمثل الحادث المرور هذا في الحاصلة الأولية على مستوى الحادثنا لليو على وفيتين وثمانية مصابين واحد في حالة حالية حولوا بينطرف مصالحنا إلى مستفى إخواشنف كما خلف حادث انفجار جراء تسرب للغاز بمنزل على مسوحي سعيد عتبا بولاية بوربلا وفت طفلين وإصابة الولد بحروق في حين أصبت الأم بصدمة نفسية هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضيف اليوم صباحا 18.03.2022 على الساعة السادسة واثنين وخمسون دقيقة وهذا من أجل انفجار داخل منزل بغاز المدينة أدى هذا الانفجار إلى وفاة ضحيتين الضحية الأولى من جنس ذكر تبلغ منه عمر ثمان سنوات والضحية الثانية أنثى تبلغ منه عمر خمس سنوات وكذلك أب الأسرة ستة وخمسون سنة بجروح مختلفة على مستوى أطراف الجسم والأم ستة وثلاثون سنة في حالة صدمة ثم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضيف بيورغلا ثوليا نوافش أن الصحراوي كدر رئيس مجلسي الشيوخ رفض الكونغرس الأمريكي لأعترف بسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية جاء ذلك في رد صريح على مزاعم الاحتلال المغربي في البيان الذي نشر اليوم عند إدراج المساعدات المقدمة للصحراء الغربية بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بالمغرب وعلى عكس السنوات الأخيرة لم يدرج الكونغرس الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بالمغرب للسنة الجارية والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلثاء الماضي وهو ما يفسر رفض الكونغرس الصريح للمحاولة الهدفة إلى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية هذا واستنكرت نقابة عمل النقل البحري والسكاك الحديدية نيوزلندية اليوم استنكرت وصول سفينة محملة بشحنة من الفصفات المنهوب من الصحراء الغربية معربة عن رفضها استراد الفصفات من الصحراء الغربية إلى نيوزلندا كما استنكرت الاستمرار في نهب الموارد الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة النقابة رفعت أيضا مطالبها إلى حكومة نيوزلندا مشددة على ضرورة تكثيف وإظهر الدعم للشعب الصحراوي الذي يعاني من ويلات الاحتلال المغربي دوليا دائما وفي مسجدات الوضع بأوكرانيا تدخل العملية العسكرية الدفاعية الروسية أسبوعها الرابع وتتعاقب معها الأحداث وتتصاعد الاتهامات بين النفي والتأكيد والمطالبة بالأدلة والتوضيحات وسط إخدام الجيش الروسي على قصف العديد من البنى التحتية العسكرية وتجديد حصاره على أكبر المدن إلى ذلك طالبت الخارجية الروسية واشنطن بتقديم جميع المعلومات حول أنشطة المختبرات البيولوجية المرتبطة بها في أوكرانيا معتبرة أن هذه المختبرات عملت بشكل مباشر بالاشتراك مع البنتاجون في أوكرانيا إلى البهيوهران التي تعيش على وقع الاحتفالات الرياضية والثقافية والترفيهية مع انطلاق العد التنازلي لاحتضان الجزائر للألعاب المتوسطية 2022 واستعدادا للحدث المقرر في 25 جوان المقبل وضمن الحملة الترويجية للحدث الرياضي إزانت شروفات الوجهة البحرية لمدينة الغرب الجزائري بتظاهرات فنية ورياضية تمهدوا لاستقبال ضيوف المتوسط وتعريفهم بالتراث المتجذر والمتنوعي للجزائر اختموا هذا الموعد الاخبار نلتقموا جدا في تمام الخامسة اشتركوا في القناة